في يوم من الأيام تبنت امرأة شبل أسد صغير أخذت سارة الشبل الصغير إلى منزلها وبدأت بتربيته وتقديم الرعاية له كانت تطعمه وتلعب معه وتعتني به بكل حب واهتمام كانت سارة تشعر بالسعادة والفرح الكبير لأنها وجدت شيئا يملأ حياتها ويجلب لها البهجة مع مرور الوقت نمى الشبل وتحول إلى أسد قوي وجميل كان الأسد يحب سارة كثيرا وكانت تشعر بأنها وجدت العائلة التي فقدتها منذ زمن بعيد أصبحت سارة والأسد يعيشان سويا في منزلها في الغابة وكانت تعتبره ابنها الحقيقي وبهذه الطريقة تبنت سارة الشبل وأصبحت أمه وعاشوا سعداء معا مليئين بالحب والوفاء تربية الحيوانات بالحب والوفاء تجعلها تكون أكثر ود وطاعة وتعزز العلاقة بين الإنسان والحيوان إذا كنت من محبي عالم الحيوان تابعنا لمشاهدة المزيد وجد رجل قندس صغير وحيدا في الغابة يبدو حزينا وهزيلا جدا ولا يوجد أثر لأمه فقرر أن يتبناه قرر الرجل أن يطعم القندس ويعتني به وينقذه بدأ الرجل بإطعام القندس وتقديم الرعاية له بكل حب واهتمام كان القندس في البداية خائفا وشكا من الغربة ولكن مع مرور الوقت بدأ يثق بالرجل ويشعر بالأمان بجانبه بعد مرور أسابيع قليلة أصبح القندس أقوى وأكثر سعادة كان يلعب ويستمتع بالحياة بجانب الرجل الذي أنقذه كانت الرحلة مليئة بالمغامرات واللحظات السعيدة بين الرجل والقندس وبفضل حب ورعاية الرجل تحول القندس من كائن هزيل وحزين إلى حيوان قوي وسعيد إذا كنت ترى أنه تصرف رائع من الرجل تجاه القندس تابعنا لمشاهدة المزيد ولا تنسى أن تظهر إعجابك بالفيديو في يوم من الأيام رجل وجد كينجر صغير وحيدا في البرياتكان الكنجر يصارع من أجل البقاء كان يواجه خطر الهجوم من الحيوانات البرية الأخرى شعر الرجل بالشفقة تجاه الكنجر الصغير وقرر أن يأخذه ويعتني به قام بتقديم الرعاية اللازمة للكنجر وقدم له الطعام والشراب وأوشك على الاهتمام به كما لو كان جزءا من عائلته مع مرور الوقت أصبح قويا ونشيطا أصبح الرجل والكنجر أصدقاء حميمين وكان يقضيان الكثير من الوقت معا كان الكنجر يظهر امتنانه للرجل بطريقته الخاصة وبفضل الرعاية والاهتمام الذي قدمه الرجل للكنجر عاشا سويا بسلام وسعادة وأصبحا زوجين لا يمكن فصلهما وكانت هذه القصة تذكيرا بأهمية مساعدة الآخرين ورعايتهم في أوقات الضعف والحاجة إذا أعجبك المقطع تابعنا لمشاهدة المزيد في يوم من الأيام وجد رجل يدعى أحمد طائر سمان صغير تائه شعر أحمد بالشفقة والرحمة تجاه الطائر الضعيف وقرر أن يقوم برعايته قام أحمد بتغذية الطائر بالطعام الصحي وتوفير مكان دافئ وآمن كان يقضي ساعات طويلة جالسا بجانب الطائر ويلعب معه ومنذ ذلك الحين أصبح الطائر صديقا مقربا لأحمد كانا يقضيان الكثير من الوقت معا يتبادلان الحب والرعاية نمى الطائر وأصبح طائرا جميلا جدا كم هذا رائع كان الطائر يعيش أفضل لحظات حياته مع هذا الرجل حيث أنه كان يخرج ويتجول في السماء ثم يعود ثانية إلى هذا الرجل ثم حدث مفاجأة غير متوقعة أنجب مجموعة من طيور السمان الصغيرة عندما رأى الرجل راكون يغرق في الماء قرر أن ينقذه بأي ثمن قام الرجل بتقديم الطعام والشراب للراكون لاحظ الرجل أن الراكون كان يعاني من بعض الجروح فقرر أن يعالجها بدأ الرجل في العناية بالراكون قدم له الطعام والشراب والرعاية اللازمة كان الراكون شديد الخوف والحذر في البداية ولكن بعد فترة وجيزة بدأ يثق بالرجل ويتعلق به ومنذ ذلك الحين قرر الرجل أن يعتني بالراكون ويحميه من الخطر كان يلعب مع الراكون ويعلمه كيفية التعامل مع العالم الخارجي كان الراكون يعتبر الرجل أفضل صديق له وكان يتعلم منه كل يوم ومع مرور الوقت تعززت الصداقة بين الرجل والراكون وأصبح الراكون عضوا دائما في عائلة الرجل وكانت هذه القصة تعبر عن العناية والرعاية والحب الذي يمكن أن يتم تبادله بين الإنسان والحيوانات في يوم من الأيام وجدت سيدة تدعى ليلى سمكة غريبة صغيرة تائهة على شاطئ البحر شعرت ليلى بالشفقة تجاه السمكة الصغيرة وقررت أن تأخذها معها إلى منزلها لتعتني بها إذا كنت تعرف اسم هذه السمكة الغريبة فالرجاء كتابته في التعليقات بدأت ليلى برعاية السمكة الصغيرة وقامت بتوفير لها بيئة آمنة ومريحة في حوض مائي خاص بها كانت تقوم بإطعامها وتنظيف الحوض بانتظام وكانت تقضي وقتا طويلا معها تحدثها وتلعب معها مع مرور الوقت نمت العلاقة بين ليلى والسمكة الصغيرة وأصبحت السمكة تعتمد عليها بشكل كامل وبسبب الرعاية الجيدة التي قدمتها لها بدأت السمكة تنمو وتزدهر في الحوض ومنذ ذلك الحين أصبحت ليلى تعيش حياة مليئة بالحب والرعاية تجاه السمكة في حوضها وكانت هذه التجربة تذكيرا لها بأهمية العناية بالكائنات الضعيفة أشياء ستراها أول مرة في حياتك كانوا في رحلة صيد حيث أنهم وجدوا سلحفات عالقة بين الحبال فقرروا إنقاذها ونزع كل الحبال العالقة بها ما رأيك في هذا التصرف؟ مياو مدرس يعطي دروسا للقطط الصغيرة في كيفية طلب التناو مياو نينجا يحارب الأعداء من أجل أن يحقق العدالة في مجتمع القطط يسأل هذا الأسد الناس على أقرب حانة لكي يسكر وينسى صديقته الذي خانته إذا كان حالك أفضل من حال الأسد المسكين أظهر إعجابك بالفيديو مياو يدرس في الجامعة الله يوفقه يذهب هذا الكلب إلى العمل كل يوم بالمواصلات الله يرزقه بسيارة تابعنا لمشاهدة المزيد بدأت القصة عندما كانت تسير سيدة في الطريق فوجدت شيئا لطيفا جدا يمشي خلفها وجدت أرنب صغير جدا عمره أيام يبدو أنه ضائع فقررت السيدة إنقاذه من شر الطريق وأخذته إلى المنزل لكي تعتني به قدمت له أفضل الطعام وأفضل الشراب ورعاية جيدة انظروا كم هو لطيف واستمرت الأيام في عناية هذا الأرنب اللطيف حيث كبر الأرنب وأصبح صديق العائلة يجب أن يذكر كل إنسان أن الرفق بالمخلوقات الضعيفة هو الرفق بأنفسنا الرفق بالحيوان والإحسان إليه والعطف عليه شرط واجب من شروط الإيمان بالله عز وجل وبعد أن أصبح الأرنب صديق العائلة بدأوا يأخذونه معهم كل مكان ولاحظوا أنه مستمتعا معهم أعتقد أنه أحب العائلة أكثر من كل شيء بارك الله لهم فيه سوء اشتركوا في القناة